السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا مشروع عن أقضي يوما مع الفلاح هناك عدة اختيارات إلى قدرنا نخلو الطفل هو اللي يخير واش من النشاط يديرو كيان تربية النحل تربية المواشي زراعة البرتقال زراعة الحبوب جني الزيتون غرس النخيل كل واحد والطبيعة اللي فيها كل واحد واش يعرف اليهم في الصحراء يعرفوا كيفية جني غرس النخيل اليهم في المناطق الوسطى يعرفوا كيفية زراعة الحبوب والبرتقال وايضا عفوا تربية المواشي ايضا تربية النحل نخلو الطفل هو اللي يخير باش يكون عنده تجاوب معنا نبدأولو اولا في الاستعداد للنشاط واش نديرو باش نقومو بالعمل هذا ندو مثال عن عن مثال عن جني الزيتون واش نديرو في جني الزيتون عن الاستعداد للنشاط واش نديرو نذهبو الى مكان الزيتون عند اشجار الزيتون النقطة ثانية واش نديرو نرتدي ملابس قديمة باش منوسخوش ملابس تاعنا نقطة واحدة اخرى تحتها نعدو المفارش نغفر سوفراش تحت الاشجار باش كي تعليها زيتون وميتحشف في الارض نعدو المفارش ايضا نذهب الى القيام بالنشاط في الخانة الثانية القيام بالنشاط واش نديرو في قيام النشاط نضرب الاغصان ونهزها فتسقط حبات الزيتون في المفارش نذهب ايضا الى نهاية نهاية النشاط نجمع المفارش المليئة بحبة الزيتون نجمع الزيتون في اكياس خاصة ثم في المنتوج نأخذ الزيتون الى المعصرة ونصنع منه زيت الزيتون الذي نستخدمه في الاكل وفي الدواء وفي عدة امور اخرى مثال ايضا غرس النخيل في استعداد للنشاط نختار المكان الملائب نغرس شجارات النخيل نذهب الى ايضا القيام بالنشاط نهيئ الاشجار النخيل نقوم بوضع حوض صغير للنخلة نقوم بتلقيح النخلة حتى تنتج التمور الى غير مختلف الاعمال نفهمه الطفل واشه هي الاعمال ونعاونه بالعقل خلوه التعبير من عنده وخلوه احنا نعاونه لاخدش الحاجة هذي ما يعرفهش حاجة جديدة عليه نعلمه ايضا في تربية النحل استعداد للنشاط نشتري ملابس خاصة حتى لا نتعرض للاساعات النحل نضع صناديق نصنع صناديق لخلية النحل نغطيها ولا نترك ثراغات باش الماء ما يدخلش للخلية النحل القيم بالنشاط نأخذ صناديق الخلايا الى مكان فيه الازهار نحافظ عليها ايضا في نهاية النشاط ننزع الخلايا المليئة بالعسل ونترك جزءا منها للنحل حتى يتغذى منه النحل في المنتوج نجني عسلا طبيعيا وشهيا وهو شفاء لكل تقريبا لكل الامراض فيه شفاء للناس ايضا زراعة الحبوب وكل هذه النشاطات نخلو تمرين التلميذ هو اللي يخير نوع النشاط احسن وماذا بنا الى توفرتنا باش نختار صور خاصة كل صورة معنية بنشاط معين يلا كانت في الترتيب هذا يلا كانت في الترتيب هذا وساعدنا الترتيب هذا نخلو الترتيب هذا يلا مساعدناش ندروا في ورقة أخرى ترتيب معين راكم نخليكم أمثلة عن تلك المشاريع بس تكونوا عندكم على الأقل نظرة وخلو البصمة تاعكم والبصمة تاع ابنائكم كل خانة وفروا لها صورة إن أمكن صورة إن أمكن باش يكون هناك نوع لمشروع معين وفيه نوع من التعب ولمسة الطفل الخاصة إلى هنا يكون الفيديو بتاعنا لها اليوم أترككم مع هذه المشاريع التي أتيد بها من الفيسبوك دمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة